أملت قنوات الشر لمزاعم وجود أزمة دبلوماسية بين الأشقاء في المغرب من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى الترجم للقرار اللي تم إعلانه يوم الخميس اللي فات باستدعاء السفير المغربي في السعودية للتشاور رغم النفخ في أتوني النار لمحاولة خلق مساحة خلاف مزعومة بتتصدير الأمر للشعب العربي على كون الأمر أزمة لا حلالها ففي أتوني التوتر المستتر هذا بين البلدين استدعى المغرب سفيره في السعودية للتشاور وفي خطوة مماثلة قالت تقارير إعلامية مغربية إن الرباط استدعت أيضا سفيرها لدى دولة الإمارات للتشاور لكن لم تفوت دولة المغرب الفرصة وخرج وزير خارجياتها لينهي أكاذيب قنوات الشر بنفي وجود خلافات مع الأشقاء في السعودية والإمارات فصل جديد من أكاذيبهم التي يروجونها عبر قنوات الشر التابعة لهم وجرزوا إنذار جديد بالبعد عن رسالتهم الهادمة